إذن نحن الآن بقاعدة المدارس القوات الجوية الملكية في هذه القاعدة هناك مجموعة من الطائرات التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى الدواوير الأكثر عزلة في المناطق الحوز والمناطق المتدررة من آثار الزلزال كما تتابعون معي هناك طائرات بيما الآن هي التي تحط في هذه القاعدة بينما تستعمل أيضا طائرات شينوك من أجل نقل المساعدات وأيضا نقل الجرحة يعني أسلوب الاشتغال خلال هذه الفترة هنا كان هو نقل المساعدات أولا وعند الرجوع يتم إعادة الطائرة بجرحة إن كان يستلزم الأمر ذلك ويتم نقل الحالات المستعجلة بشكل أساسي إذن هذه الطائرات تحلق على بعد حوالي 3000 إلى 4000 متر جوا قبل قليل قمنا معهم بجولة في منطقة إيمين الدونيت وانتقلنا إلى أحد الدواوير حيث تم تزويد هذه أو سكان هذه الدواوير بالأغطية التي كما تشاهدون الآن هناك شاحنات تجمع عدد كبير من الأغطية وسنركز عليهم بالصورة الآن كما تتابعون هناك سيارات إسعاف أيضا تجاور هذه الشاحنات سيارات الإسعاف كلما نقلت إحداء الطائرات سواء شينوك أو بيما أحد الجرحة يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي أذكر بأن هناك غرفة قيادة وتنسيق أو مركز عمليات وتنسيق على مستوى هذه القاعدة يتم خلاله التواصل مع القوات المسلحة الملكية من قبل كل من الولايات والعملات وذلك حسب نوعية المساعدة أو التدخل يتم تحديده حسب الحاجة في كل هذه المناطق يعني هذه الطائرات تنتقل إلى دواوير في أعلى قمم الجبال مناطق معزولة يتطلب مثلا نقل المصابين منها حوالي عشر ساعات وفي طرق وعرة وصعبة جدا صعبة الوصول وهذه الطائرات تقلص المدة الزمنية من أجل تدخل مستعجل وأيضا يعني يعني يكون ذو فاعلية بمدة ثلاثين دقيقة فقط تتم أيضا يعني الاستعانة بمجموعة من الدرونات خلال هذه العمليات عملية التدخل وكانت حاسمة في عمليات الإنقاذ كلها التي جرت بمختلف المناطق المتضررة الدرونات يعني كانت تحدد حجم الحاجة يعني نوعية المساعدات التي يمكن أن تقدم نوعية الأضرار الموجودة على الأرض أيضا نذكر بأن هناك يعني رجاء يعني عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة يعني هم يحلقون بهذه المروحيات إلى المناطق النائية لرصد الحالات والأضرار أم للبحث عن أحياء يعني البحث عن أحياء الآن يعني صار أمر صعب جدا يعني الآن البحث عن أحياء نظرا إلى طول المدة التي تلت الزلزال لكن يعني ما زالوا إلى حدود الآن يتوصلون بالاتصالات يعني تؤكد وجود حالات إصابات قد تكون خطيرة وقد تم توصل بعدد من الاتصالات عدد كبير من الاتصالات من أجل نقل يعني مصابين من مختلف الدواوير وعلى أساسهم أو على رأسهم منطقة ثلاث نيعقوب ثلاث نيعقوب هي التي تصدرت قائمة المناطق الأكثر تضررا والتي عرفت عدد حالات جرحة كبير وعدد حالات يعني جروح خطرة وتم نقلها عبر هذه المروحيات وتم جربها إلى هنا ونقلها عبر سيارات الإسعاف التي تقف هنا كما تشاهدون معنا أيضا وذلك نحو المستشفى الجامعي بمراكش نذكر أن كل تدخلات يتم تحديدها وتحديد أولوياتها من خلال غرفة ومركز لتدبير عمليات الإنقاذ على مستوى الجيش ويتم بتنسيق مع الولاية وأيضا الجماعات الموجودة في تلك المناطق طيب رجاء ماذا رصدت كانت هناك رحلات أخرى الآن تقلنا قبل قليل إلى أحد الدواوير يعني في طريقك إلى هذه القاعدة كيف رصدت أوضاع الناس الشوارع السيارات المباني حتى وصلتم إلى هناك ماذا كانت مشاهداتك نعم بالنسبة للمباني يعني تقريبا كلها دمرت أو يعني شبه مضمرة ولم تعد صالحة للسكان بتاتا أن السكان يبيتون في العراء الحاجة الآن إلى الخيام يعني درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير في هذه المناطق وفي هذه الدواوير التي توجد في الغالب على قمم الجبال وهي التي طبعا تتدخل فيها هذه الطائرات قبل قليل قمنا بجولة في أحد الدواوير بمنطقة إيمين دونيت وكانت هناك صعوبات كبيرة للأسف من أجل أن تحط الطائرة ولم نتمكن من البقاء فيها سوى خمس دقائق نظرا لصعوبة يعني الأرضية التي تحط عليها هذه المروحيات يعني القوات المسلحة يعني السكان كلما شاهدوا يعني مروحية من المروحيات إلا ويؤشرون بأيديهم ويطلبون المساعدات والمساعدات التي قدموها مثلا الآن عند هذه الدواوير في منطقة إيمين دونيت كانت أغطية أساساً يعني الآن الناس في حاجة إلى أغطية في حاجة إلى مأوى والسكان لما تحدثنا إليهم وستشاهدون يعني كنا قد سجلنا لكم يعني مراسلة من هناك السكان يطلبون الآن المأوى أهم شيء هو المأوى بالنسبة إليهم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر